اشتركوا في القناة مع المحاضرة السادسة من محاضرات كتاب لصوص الله في مؤلفه عبد الرزاق جبران وصلنا إلى العنوان سرقة الدرب يقول تحت هذا العنوان يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الله يتحدث عن الكهن أما الرومي يقول طالما أن دينك مجرد خدعة أو خدعة فنم الفقرة الأولى حقيقة جد مهمة وهي أن النبي هو من جعل الناس يؤمنون بالله وليس الله من جعل الناس يؤمنون بالنبي النبي في شخصيته المثالية ونقاء قيمه ونبالته ونبالته وصدقه ونوع وجوده الجمالي والإنسانوي كان يجعل الناس يقبلون بهذا الإله ولهذا جاءه بلال وأمثال بلال فالله كان معروفا قبل النبي وبعين اسمه ولكن لم يطلبه أحد طلبوه حينما قال به محمد فحسب وهذه أهم بديهية تؤكد هذه الرؤية فلا فضل كتاب من الله على النبي في تصديقه بل صدق الناس الكتاب لأن هذا النبي قال به وعن هذا أسلفنا في الجمهورية الأولى ليست غاية الله في كتابه إيصال النبي وإنما غاية الله في نبيه إيصال الكتاب لذا لم يرسله قبل محمد أو مع غيره بل غايته أيضا إيصال نفسه بالنبي إذ لولا أن محمدا كان لا يشك أحد حتى أعداؤه بصدقه ونبالته لما صدق أحد بالقرآن بينما الكهنوت يقول بأن القرآن كان معجزا فصدق الناس النبي أبدا لولا أن محمدا هو محمد لما قبل الناس فالناس أتت لله بالنبي ولم تأتي للنبي بالله وأقطعوا أن الكثيرين ممن تبعوا محمدا كان لا يهمهم مفهوم الإله أو المورائيات أصلا اتباعهم له كان اتباع مبدأي وليس ديني عبادي لا هوتي هذا الكلام طبعا هناك هامش يقول هذا السبب أبرز ما توضح وجوديته ووقعيته ما أشرنا إليه سلفا من حواريته رقل مع أبي سفيان عن نبوة النبي في بصر الشام هذا ما قاله في الهامش نعود فيقول الحمقى وحدهم من يؤمنون بالنبي عن طريق المعجزات الخارقة ومعجزة النبي الحقيقية هي ذاته وليس كتابه معجزة النبي هي تلك النبالة المثالية التي بين جنبيه وليس الكتاب الذي بين يديه ولهذه النبالة فحسب آمن الناس به وليس لأنه يملك كتابا نعم بعد ذلك آمنوا بإلهه وكتابه يقول تحت هذه الفقرة قريبا من هذا الإطار كان روسو يقول تخلص من المعجزات وسيقع العالم أجمع تحت قدمي يسوع إشارة إلى طرح البعد الإنسانوي لعيسى دون الإعجاز الكهنوتي وإنكارا لهذا المنطق الأخير كحجة وحيدة في إثبات إلهية النبي هذا ما قاله في الهامش نعود أي أن الناس آمنوا بالله إيمانا بالنبي وحياته الإنسانوية وبلال آمن بالله إيمانا بالنبي وكذا أبو ذر وغيره وجودية هذا الأس هو عينه ما تنحو إليه صيغة إن الله ممنون كثيرا لباخ فالله ممتن كثيرا لغاندي ولصاحب الزنج وفي نفس الحين لأبي ذر ولمزدك ليس لأن البشرية أحبت الله بهم وإنما لأنها بهم أحبت القيم الإنسانية والجمالية الممثلة لألوهيته ومنحوا ثقة بخلق الله والإنسان ووجوده ولأنهم أظهروا شكلا من الوجود لم يقدر عليه غيرهم كما فعل باخ في موسيقاه وأثرها على الروح الإنسانية هؤلاء لا يملكون معاجز أو كتبا حتى يتبعهم أو يتبعهم الناس ويصدق أنهم إلهيين كانت تكفي نبالتهم الخارقة للمألوف في تصديقهم ومحمد لم ينتمي إليه أبو ذر وبلال لأن بيده كتاب من ربه يثبت عقلا أنه رسول لأنهم ليس فلاسفة ولا بلاغيين ولا شعراء وإنما لأن بيده رحاب من قلبه يثبت أنه نبيل بل لم يكن يهمهم أنه نبي ما كان يهمهم هو أنه نقي لذا الذين عرفوا محمدا كان كانوا أصحاب العقول القلوب عفوا وليس أصحاب العقول يقول عن هذه النقطة في الهامش حواري النبي يفترض حواري النبي لم يكن على شاكلة ابن سينا والفراب وإنما أميين من قبيل أبي ذر وبلال نعود إلى المتن يقول ولهذا نصر أن الدين كيان قلب وليس كيان معرفة أعتقد أن كلمة النبي عن تبجيل الذين سيؤمنون به آخر الزمان بصيغة آمنوا أو آمنوا بسواد على بياض تقع أيضا في هذا المجال لأنهم لم يروا معاجز النبي لا يحتاج توقيعا من الله بأنه نبي هو نبي سواء بمعجزة أو بدونها بجبريل أو بدونه لأن اليوتوبيا الإنسانوية التي تتحرك بها ذات النبي غير المألوفة وغير المتوفرة مع البشر عادة تجعله شخصا معجزا وغريبا لدى الناس ولكن معجزة ذات أو معجزة ذات لا سماء معجزة أخلاقية لا كونية أي أن قدر إنسانويته أو قدر إنسانويته تبلغ حد الإعجاز عجز الناس عن الوصول إليها أو عجز الناس عن الوصول إليها عادة في تاريخ البشرية سيما أن اليوتوبيا هي أصلا عبارة عن حلم أخلاقي إنسانوي في عالم لئيم واليوتوبيا هو الفرد الذي تعجز البشرية عن تصور قدر المثل الذي يقوم أو المثل التي يقوم بها تماما كما هو الإطار السيكولوجي لكلمة آنشتاين فيأتي زمن لن يصدق الناس أنه عاش في هذه الأرض شخص اسمه غاندي قام بأمور كهذه الفقرة الثالثة يقول ما أريد أن أصل إليه هنا ووصل له هو أن هكذا إنسان آمنت البشرية بالله لأجل مثاليته وإنسانويته لا يجوز بكل بداهة قبول خبر عنه يقول فيه شر وأعتقد أن هذا المنهج يمكن أن يكفي في نفي كل مرجعية تشريعية للشر ينسبها الفقه الكهنوتي للنبي هذا عينه ما يقوم عليه الفقه الوجودي وعموما منهجية البحث عن الجمهورية النبوية إذ لا يلاقي الفقه الوجودي مشكلة في غربلة النصوص المتسوسة كما هي ورطة عموم المعرفة الكهنوتية لأن صحة الخبر في الفقه الوجودي يقوم على القيمة الوجودية للخبر وليس القيمة التوثيقية له ولا القيمة النصية اللغوية فعلى غير الفقه التقليدي لا يقيس الفقه الوجودي صحة الحديث تابعا لسنده وإنما تابعا لإنسانيته إنسانيته المتاحة فهما من الجميع طالما أن القلب أعدل قسمة بين الناس وليس العقل وكذلك قياسا على كليات النبي في نمط حياته ونبالتها ومبادئها ولو قبل نبوته فمن غير المعقول أن الله جعل النبي يقبل سوءا بعد النبوة طالما أن التشريعات كانت بعد النبوة إذ قبل النبوة لم يكن محمد يقبل سوءا هذا ما يتفق عليه هرقل وأبو سفيان قبل أن يتفق عليه أبو ذر وبلال هذا المنحنى هو ما يمكن به الحصول على فهم آخر لمأثور معروف إن قوسين إذا ورد إليكم حديث فأرضوه على سائر أحكامنا فإن وجدتم أو فإن وجدتمهم وافقا لها فاقبلوا وإلا فلا انتهى هذا الحديث وفهموا حدود التحريف به والاقتناع بأن أصله كان يشير إلى قياس كل ما ينسب للنبي والإسلام على كلياتهم الإنسانوية الأساس كما أن هذا المنهج هو روح ما تقوله كلمة النبي المؤكدة المؤكدة صدفة لمنهجي ما قيل من قول حسن فأنا قلته كلمة فرحت بها كثيرا حينما وجدتها ليس لأنها تؤكد ما ذهبنا إليه منهجيا وإنما تؤكد هذا الأصل الإنسانوي في النبوي وأعتقد أن شيئا من هذا المنهج وروحه هو الذي جعل أبا حنيفة لا يقبل إلا 17 حديثا فقط عن النبي في روايات الكهنوت 17 حديثا فقط عن النبي الفقه الوجودي يبدأ من الوجود وبديهياته إلى النص وإشكالياته لتحكمه وليس العكس سواء في وثاقته أو في دلالته ليس فقط من جهة أن أنماط الوجود ملهمة لأشكال التفكير كما رأى نيتش أو أن فهم الشريعة لا يتم منعزلا على الوجود وإنما لأن الوجود هو الذي يحمل بديهيات القلب في الجميل والقبيح والصحيح والخطأ والحق والباطل بشيء من نظرية الحسن والقبح الذاتيين بالهامش يقول لا أسميها الحسن والقبح العقليين كما المعتزل لأن القلب يستقل برؤية الذاتيات حسنا وقبحا وليس العقل وهو ما يتواءم مع ديانة القلب هذا ما قاله بالهامش نعود لذا فالفقه الوجودي يتأسس على ديانة القلب وفيه فروع الدين تتبع أصول الدين ومشكلة فروع الدين وفقهه هو أنها بعيدة عن أصوله ولكن ما يهم التنبيه عليه هنا هو أن أصول الدين هي المبادئ الأخلاقية العامة التي تتفق عليها البشرية في الخير لا غير وليس خماسية علم الكلام أي أنها مبادئ إنسانوية وليس لاهوتية تتعلق بالإنسان في حياته وليس بالله في كونه الفقرة الرابعة تبعا لذلك في قياس الأحاديث الأكليات النبي وشخصيته الحياتية أعتقد أن النبي الذي يقول ما آمن بي من نام شبعانا وجاره جائع يملك من المثالية في آيديولوجية الإيمان ما لا يمكن أن يقبل تشريد الناس وقتلهم وسبيهم واستعبادهم وامتصاص خيراتهم فلا يعد مسلما هنا لدى النبي من يقبل بجوع الآخر سوى إن صلى وصام وحج فكيف سيكون لديه من يقبل أو يقوم بقتل الآخر واستعباد أولاده والتسري بزوجه يقول تحت هذا العنوان أو أفهم تحت هذه الفقرة في الهامش وهو الأمر الذي آل إلى جوع العالم الإسلامي طوال كل القرون وليس كما هي الكذبة الشايعة للتاريخ في أن القرون الإسلامية كانت مترفة لأنه ترف مع الحكام والأرسلقاطيين فقط أما الجماهير فكانت على جوع مطلق وكل التواريخ تتفق برواية ذلك ولكنه الكهنوت لا يقول انتهى الهامش نعود إلى المثل يقول لا مناصة هنا أمام الكهنوت إما أي يكذبهم أنفسهم أو أي يكذب النبي أعتقد أنهم لا يعبأون الإيمان هنا في نص النبي ما آمن بي هو بكل وضوح أمر وجودي حياتي من نوع التعامل مع الإنسان وليس مع الله كما يتوضح هنا أن الإيمان في جمهورية النبي هو مبادئ أخلاقية وقيمية إنسانوية وليس عبادية هل الإسلام الذي يعرفه النبي أفضل الإسلام هو نشر السلام بين من عرفت ومن لم تعرف وأن من أسسه لن يدخل الجنة من أحدث ضررا لغيره هو عينه إسلام كهنوت السبي والقتل والغنيمة والاستعباد والجواري ليس لدى النبي هنا لا يدخل الجنة من لا يصلي أو يصوم أو يجاهد أو يحج أو من يشرب الخمر أو نزع الهجا وإنما من يؤذي الآخر فحسب هذه هي وجودية الرسالة المحمدية وهي عينها العيسوية ومع كل المثاليين بل بهذا الاتجاه وهذه النتيجة يمكن أن نفهم توحد الأديان طالما أننا لا نقيم الدين أو لا نقيم الدين على الفروع والعباديات والطقوس وإنما الأخلاقيات والإنسانويات كان ابن عربي يقول من كمال الرجل أن يحسن إلى أعدائه بلا شك كان النبي يحمل مثالية ونبال أبعد من ابن عربي بكثير فكيف يشرع الكهنوت عن النبي أنه يقول بالسبي والقتل لأناس آمنين في ديارهم لم يتعدوا على المسلمين وبعيدين عنهم أصلاً بينما ينكر ابن عربي الإساءة حتى للأداء إذ بلازم ذلك سيجعلون من ابن عربي أفضل من نبيه وهو ما لا يمكن أن يقوله الكهنوت علماً أن ابن عربي عينه يقبل فقهياً حكم الفتوحات واستعبادها وقتلها رغم أنه يقول بتلك الكلية الأخلاقية مع العداء وهذا الأمر أيضاً من فضائح البنية الكهنوتية مع عين الأخلاقيين الإسلاميين كل الاتجاه الإنسانوي إسلامياً وبالذات المتصوفة وعموم اليسار الإسلامي كانوا يرون عدم الإساءة للعدو من أسس الهوية الإيمانية أقلها أن المحدد المدرسي الأول معرفياً للهوية الإسلامية جعفر الصادق قبل أن يدس عليه الكثير سيما من تابعيه والمدعين مذهبه كان يقول من صفات المؤمن أنه لا يظلم وعداءه والنبي جده ومدرسته أباً عن جد أعتقد أنها صفة تنتسب إلى المثاليات التاريخية في الحرب بينما يبارك الكهنوت تاريخ جحافل المسلمين التي سلبت ونهبت شعوب آمنة بل يعتبرون ذلك تفضلاً لأنهم يجرون الناس إلى الجنة بالسلاسل حسب الحديث المجسوس ما أتعسها من جنة تأتي بالاستعباد الفقرة الفقرة الخامسة النبي وإن تركنا إنه للناس كاف قرآنياً فهو بكل الأحوال ليس بطلاً قومياً بل حتى ليس بطلاً إلهياً يدافع عن إله وإنما بطلاً إنسانياً يدافع عن القيم الإنسانوية سواء أتى الله وجبريل له أم لم يأتوا وهو هو محمد وإنسانيته هي أنه ضد الظلم وحسب فبلال لم يكن من قوميته ولا من عشيرته ولا من بشرته وكان يحارب كل عشيرته قريش لأجل قيمه في الأسود والأبيض لذا فالنبي لا يفرق بين القوقازي والمصري ولا بين قبيلة جنكيس خان وبين قبيلة بني تميم إلا لن يكون نبياً بينما الكهنوت جعلوه بطلاً قومياً مع الفتوحات والقوم هنا هم المسلمون وليس العرب بعد أن غدت القومية مفهوم جماعة وتاريخ وليس لغة وأرض من غرائب الكهنوت هو أنه حينما يمر على كلمة النبي بعثت إلى الأحمر والأسود يكون تفسيره لها بكل بساطة أن كلمة أحمر تشير إلى الناس والأسود إلى الجن ليبين فضيحة المعرفة الدينية وسداجتها أو وسداجتها وأيضاً لا شعورها الطبقي بهنا ورغم أنه تفسير مضحك لاعتماده على مخيال العربي في أن الجن أسود دون وعيه أن باقي الشعوب تراه أحياناً أشقر ولكن ما يهم تحريفاً هو أن ما أرادوه من هذا التعسف المخزي في تأويل الحديث هو ترسيخ الحق المطلق للإسلام على الكل على عكس غاية الحديث تماماً لأنه يريد أن الإسلام جاء من أجل الكل لا يفرق ولا يميز بين أحد وآخر وأن مسؤوليته الجميع فالمفروض أن الحديث يتكلم بوضوح عن أممية النبي ومجيئه لأجل سعادة الكل دون ميله لعرق أو لون هكذا كان الكهنوت يسرق مبادئ النبي ويلعب بها ويضيعها ويهدرها في مواخير المصلحة باسم المعرفة النبي الذي قاعدته الأخلاقية أذل الناس من أهان الناس يجعله الكهنوت مؤسسا في شرعه لأقصى الهوان مع الاستعباد والسبي وهتك الأعراض وذلة الأزواج أمام الزوجات وهم مستعبدون ليس بيد مستعبدون ليس بيدهم حول والأوقوة بينما يروي عين تاريخهم بأن رجلا مسلما يقال له عذكا حينما نعت عمار بن ياسر بابن السوداء طرده النبي من عين الإسلام وقال حينها كلمته الكبيرة دلاليا قد أقلتك إسلامك فاذهب فكلمة أقلتك هنا تفتح وجهة وجودية للإسلام والانتماء له جد مفارقة لما هو مألوف أو مفارقة لما هو مألوف فالنبي لا يستطيع أن يقيل أحد من إيمانه وعلاقته مع الله إنه شيء ذاتي جواني داخلي ولكنه ولكنه يستطيع أن يقيل أحد من جماعته لأن الإيمان ليس رتبة عسكرية يلغيها وزير مقرب لملك لذا فالإسلام جماعة أما الإيمان فشيء آخر إذن يمكن أن يكون بوذيا مؤمنا ببوذة ويلتزم بجماعة محمد والإسلام أكثر من عين المؤمنين بالله واحدا 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 أحد والكلام يتيه في ذلك لذا نتوقف أفضل الفقر السادس لا يمثل الأيدولوجيات سيما الدينية والأخلاقية إلا الكليات المبادئ الأس فيها كيقين وحيد لهويتها الأصل إزاء الجزئيات التي تبقى لعبة معرفية لتمرير الكثير من صلاة الكهنوت المتوضئ بخطاياه التاريخية الكلية المعرفية لا يمكن نفيها أو نسخها كما هو ديدن الكهنوت معا في معارفهم أغلب الأحيان لأنها لا تنسخ إلا بنسخ الأيدولوجيا كلها أما أن نقتنع بها أو لا إذ لا تبقى الأيدولوجيا هي عينها بعد نسخ كلية الحديث السابق طبعا ورد في صحيح مسلم جزء الأول صفحة 481 والسير الحلبي جزء الثاني صفحة 312 من جهة من جهة أخرى لا قطع هناك إلا للكلية الوجودية لأنها تكاد تبلغ مرق البديهية ليس لأنها متصلة بالتجربة الحياتية والشعورية على عكس الكلية التجريدية في أنها نظرية فحسب وإنما لأنها شفافة واضحة لا تحتاج إلى معرفة فقتل الناس الآمنين شر بديهيا حتى لو قال جبريل بعكسه فحينها يكون جبريل عينه متهما قد يكون حينها وقع بما وقع به ملكا بابل أو ملكا بابل حينما لم يرجع إلى السماء سحرتهم فاتنة أو جندهم حمرابي لا نعرف إنها أوراق كهنتية كل هذا لأن الإنسانويات بدهيات لا تجتاحها المعرفة كلبا أو إيجابا يجتاحها القلب فحسب لأنها معرفة وجدانية لذا يتساوى فيها العجوز وإفلاطون ولطالما تكون العجوز أولى من إفلاطون فيها سيما إذا أدخلنا مشكلة أن العلم حجاب فهذه الكليات يشعر بها الجمهور مطلقا كقيم ذاتية متفق عليها اتفاقا ضمائري اتفاقا ضمائريا يدركها سائس الحمار ومؤسس الأقمار على حد سواء مثلا الكلية التي تحملها آية إن الله لا يحب الفساد حتما تمثل منطقا لطرف أخلاقي بوضوح كلمة فساد بدهيا لذا فقبولها يكون لذلك وليس لأنها قرآن أو لأن الطرف هو الله وأن هذا الطرف الذي قالها لا يقبل سلب امرأة لجسدها واستعباد أولادها وقتل زوجها لأنه فساد لا يضاهيه فساد لذا بالتأكيد هذه الكلية عينها تكفي للقطع بنفي نسب الفتوحات لله كونها من أكبر عمليات الفساد تاريخيا إلا إذا غدى القتل بطولة وليس فسادا فحينها يمكن للكلية أن تعتذر من المعرفة وهكذا فالكليات النصية لا يأخذها الفقه الوجودي كنص كهنوتي ديني أي نص متعبد به كما هو المعتاد من قبل الكهنوت عموما وإنما كنص وجودي محايد ومبادع إنسانوية عامة فيها حقها وباطلها وليس دينية تعبدية تأخذ طاعة للدين أو تواضع للألم الكهنة الفقرة السابعة أعتقد أن آيديولوجية النبي لا يعبر عن ألمها مسبقا مع هذه الفتحات إلا آية لا يعبر إلا آية أنا بريء مما تجرمون سيما أن هذه آية هي كلمة خطاب لرفاق آيديولوجيا وليس لأعداء لأن الأعداء لا يحتاج إلى براء منهم البراء منهم أصلا فإذن هذه الآية تعبر عن إشكالية خيانة آيديولوجيا لذا فهي تصلح للكهنوت كما أنها تحمل أسوة تعبير تجرمون الكلية الأولى والأساس التي تفصل في كل كذبة الكهنوت مع تشريع الفتحات هو كلية النبي الحاكم على كل الآيديولوجيا الإسلامية والتشريع الإسلامي على حد سواء والمتمثلة بقاعدة تحريم الضرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام قاعدة تمثل الروح الأولى للآيديولوجيا الإسلامية الحاكمة على قيمة الفعل الإنساني لذا فهي تمثل الروح الوجودية الدينية معا والتي تعني أو تعني بكل بساطة أن كل تشريع ضرري على الإنسان هو لا ينتمي إلى الإسلام لا من قريب ولا من بعيد وبما أنه لا جدال في أنه ما من محنة توازي في ضررها تلال الشعوب واستعبادها وقتل الناس وسبيهم في الفتوحات حينها يكفي وحدها للأمر لأنها كلية آيديولوجية لا تقف أمامها منهجيا كل التاريخيات باعتبار أن التاريخي يوازي الشك مطلق رغم ذلك الاكتفاء يمكن البدء براحة بالكلية القرآنية للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كونها كلية أرفية لا فلسفية الكل يعيدها أو يعيها كما أنها أيضا تمثل الكل الرسالي أعتقد أن كل ما حصل في غزو الفتوحات لا يختلف على وصفيته اثنان لا يختلف على وصفيته اثنان بأنه نقمة لا رحمة فمثلا إن امرأة مسيحية أو بوذية تعيش هادئة البال مع عيالها وأهلها وجيرتها وقريتها يقتل زوجها وتفرق عن أطفالها وبيتها وديارها ليكبر الأطفال مستعبدين في بيت جندي مسلم ولتجبر ولتجبر هي على متعة أجسادهم فهذه رحمة زفها الله لها بحجة أنها تتعبد بدين أهلها وليس بدين الإسلام هل الله يقتل من لا يعبده لا أظن أحدا يريد ربا هكذا حاله بل حتى وإن كانت تلك المرأة ساقطة وملحدة هل تستحق ذلك أقلائيا ناهيك عنه أخلاقيا لا مجال مع هذه الكلية واحدة من ثلاث إما أن ينكر أنها آية للنبي أو أن النبي يسير خلاف الله أو أن يعترف الكهنوت أن السبي والغنائم والقتل والاستعباد والجواري والعبيد وكل الفتوحات لا تمت بصلة إلى التشريع النبوي أو لنقل لا مجال إما أن الله يكذب أو الإسلاموي لأنهما على تعارض تام كما لا أظن أن محمدا صاحب القرآن وحمولته يقبل أن تكون تلك الفتوحات ممثلة لآيته تلك ممثلة لآيته بل حتى وإن كان فيلسوفا وليس نبيا فهي تناقض أو تناقض أيديولوجي فكيف والنبوة هي منطقة مبادئ لا معرفة إذ يمكن أن يخطئ إفلاطون من أجل أثناء ولكن لا يمكن أن يخطئ محمد من أجل مكة فمكة وسمرقند سواء لدى النبي أو فمكة وسمرقند سواء لدى النبي في جمهوريته في الهامش يقول جمهورية إفلاطون كتبت أصلا من أجل أثناء وتقليدا لأسبارطا عسرة على وطنه ضد الأوطان الأخرى فهو يؤسس للاستعباد ولكن حينما يصل الأمر إلى اليونان يندد باستعباد اليونان لليونان هذا المنطق نفسه كان لدى المسلمين وبدأ حينما جلب أحدهم سبيا من العرب فاعترض أحدهم ورد هذا السبي وقال كلمته إني كرهت أن يصير السبي سنة على العرب الفقرة الثامنة الهوية الإيمانية تتعدى إلى ما هو أبعد مثالية في آيديولوجيتها من الرحمة بحيث يكون الفرد فيها مسؤولا عن إنقاذ المظلومين من الطغال إلى حد يكون على المؤمن الموت لأجل المظلوم وسعادته وحرية وليس قتله وسلب أرضه واترفها بماله كما هو في غزو الفتوحة كلية ذلك المبدأ المثالي هي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهم بينما ما حلله الفقهاء هو عكس ذلك تماما إخراج المستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال من ديارهم وقتل رعاتهم بسم الدين أو بسم الله ودينه ونبيه هؤلاء المطلوب الموت لأجلهم في الآية هم مستضعفون يعانون من أمر وجودي هو الظلم وحسب ولا يعانون من مشكل لاهتي في خطأ دينهم لذا أي تبرير كهنوتي في تصحيح دين هؤلاء هو حكم مسبق سفيه يمنعه مبدأ قرآن الكهنوت نفسه أو نفسه في إنكار تديين الناس جبرا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وهي كلية عتاب قاس لا يجوز تجاوز وضوحها والمعرفة التي تؤول هكذا كلية إنما معرفة تسخر من اللغة ومن المعرفة ومن مفهوم الكلية الفقر التاسع ثلاث نصوص كلية قرآنيا تضع أسسا في تحديد العلاقة مع المجتمعات المختلفة أيديولوجيا دينيا نصوص لا تعتمد في فعل العلاقة إلا على منحا وجودي في إنسانويات السلم والأتداء لغير فعيدا عن مفهوم الدعوة والإله ونوع الدين والهداية والضلال أولها فإن أتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فليس لكم عليهم حق طالما أنهم مسالمين لا مسلمين مهما كان دينهم أو حتى إن كانوا وثنيين وأختها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المؤتدين لا يجوز إطلاقا قتال إلا من يقاتل يبدأك بقتال وعلى هذا يقوم مفهوم الجهاد الحقيقي لجمهورية النبي وليس الذهاب إلى أناس آمنة في بيوتها لم تتعد على أحد كما هو فعل الفتوحات وكهنوته وثالث لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين حتى وإن لم يحسن إليك طالما أنه لم يؤذك يكون الإحسان إليه قيمة أخلاقية للهوية الإسلامية بينما لننظر إلى بنية التفاسير الكهنوتية وبنيتها مع الدلالة القرآنية المسالمة وتشويهها لأجل التوحش مثلا حينما يأتون إلى آية وقولوا للناس حسنا يقولون إنها نزلت في أهل الذم فنسخها قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاهرون فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل وذرارهم سبي بالهامش يقول عن هذه النقطة تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي أجزي الأول صفحة 321 هكذا يلعب الفقه بالنبي والقرآن ومبادئهما بكل عهر رغم كل الوضوح فبأي شيء يمكن أن يوثق بهكذا معرفة دينية ما يهم أكثر هو الآية الوجودية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون حيث العلة الأولى في الإذن بالقتال هو إخراج الناس من ديارهم والكهنوت عينه يؤكد ذلك بأن هذه الآية مبرر وعلة نزول آية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم هنا يخط النص القرآني بوضوح مع وجوديته حيث كل الألم القرآني والمبرر الوحيد في حق القتال هو الإخراج من الديار بغير حق بل إن الإخراج لأجل العقيدة هو العتاب الأكبر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إذا اعتبر هنا إخراج الناس لسبب الله هتيه والأسخف دناء والغريب هو أن خطيئة ذلك واضح دينيا واضح دينيا لعقولهم حتى وإن لم تتضح إنسانيا لقلوبهم بينما المسلمون ليس أخرجوا الناس من ديارهم فحسب وإنما قتلوا وسبوا ويتموا ورملوا وبمبرر أن الآخر يقول بدين آخر آهن من أحجار المعبد لكم كانت كافر الفقر العاشر ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمن تهمني هذه الآية كثيرا هنا لأنها تملك عدة مستويات لا تأويلات والفارق بينهما هو أن المستويات من الدلالة تنتمي كلها للنص وليس واحدة منها فقط كما هو شأن التأويل في أن واحدا فقط من مجموع التأويلات يصح دون غيره أحيانا تكون المستويات جهات في النص وأحيانا تكون أعماق وأحيانا لا يضبطها شيء لأن اللغة وجودية وليس اعتباطية كما ليس وضعية قصدية فلهامش يقول الكلام في ذلك أسلف في أول الجمهورية الكتاب الثاني طبعا سوف نقرأه استقبل ما هو متوفر ما هو متوفر في تفسيرها كهنوتيا هو أنها تعني وجوب الأخذ بالظاهر دون الحكم ما وراء ذلك بمنطق كلمة النبي هل شققت عن قلبه مع حادثة تتعلق بالآية نفسها وبالتأكيد يبقى الخلف يتبع السلف بهذا التفسير الذي ينسى كثيرا ما يخجله أما وجوديا مع المستويات والتي لم يقل بها المفسر التقليدي فهي المستوى الأول والعادي والواضح للنص كمقولة عتاب هو أن لا يتخذ الإيمان ونوع الدين حجة في التعدي على الآخر وإذائه ولكن الخفية مع هذا المستوى وغير العادي هو تقرير أن السلام أكبر من الإيمان السلام وليس الإسلام وهو أهم ما يمكن أن نقرره هنا سيما أن أهميته تبرز في أنه عين الأس المركزي الذي تقرره المذاهب البوذية المسمى أهستما في عدم الإيذاء للإنسان لا بل هو الموازي الكامل لمبدأ لا ضرر ولا ضرار إسلاميا كمركز للتشريع الإسلامي بالنفي المطلق لأي حكم يكون فيه ضرر يلوح للفرد أي كان الفرد كافرا أو مؤمن المستوى الثاني من النص ينضح عنه تقرير إن الإنسان المسالم مؤمن مهما كبر الحاده ونفيه لما وراء السماء ومبدأ السلم في داخله هو الإيمان عينه لأن ما يهم في الإيمان ونوعه هو الإيمان بالمبدأ وليس بالذات الإلهية وهو المستوى الأكثر وجودية من كل المستويات والأكثر قناعة لدينا في دلالة النص لذا المخاطبون في الآية قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا كان قد نفي إيمانهم قرآنيا ليس لجهة عقيدية في عدم الصدق الاقتناع بالإله كما هو في التفاسير وإنما لجهة وجودية حياتية شخصية في أخلاقهم أي لأنهم لا يحملون سلوكا إنسانويا وهذا عينه يؤكد نكتة سالفة كانت أكثر من مهمة وهي أن الدخول للإسلام كان دخولا للجماعة وليس للدين والمسلمون ليس هم المؤمنون أو ليس هم المؤمنين إنما أو إنهم جماعة فحز وأعتقد أن الأمر واضح في أني أقصد أنهم ليس جماعة عقيدة وهذا أهم ما يراد هنا المستوى الثالث الناضج عن النص لا وجود للدعوة الإيمانية للناس وإنما هي دعوة السلام والحب وهو ما ينفي فكرة الداعية والدعوة إلى هنا ننهي الجزء السادس أو المحاضرة السادسة على أن نتبعها بالمحاضرة السابعة بعنوان سريقة الدم فإلى هنا ترجمة نانسي قنقر